بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم قال ابن كثير رحمه الله تفسيرُ سورة العصر وهي مكِّية ذكروا أن عمر بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله مسيلمة الكذاب ادعى النبوة قاتله الله فعمى عمر بن العاص وفد على مسيلمة وذلك بعدما بُعِث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يُسلم عمر فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدة قال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال وماهي فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ففكر مسيلمة قاتله الله هنيهة أي قليلا ثم قال وقد أنزل علي مثلها قاتله الله فقال له عمر وما هو فقال مسيلمة يا وبرو يا وبرو إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر هذا قرآن مسيلمة قاتله الله ثم قال مسيلمة لعمر ابن العاص كيف ترى يا عمر فقال له عمر والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب هذا كلام لا قيمة له وقد رأيت أبا بكر الخرائطي رحمه الله أسند في كتابه المعروف بمساوي الأخلاق في الجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه والوبر دويبا تشبه الهر أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم فأراد مسيلمة قاتله الله أن يركب من هذا الهديان الكلام الذي لا فائدة فيه ما يعارض به القرآن فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان أن كلام مسيلمة ما قبل حتى الكفار ما قبلوا كلامه أنه كلام تافه وذكر الطبراني رحمه الله من طريق حماد بن سلم عن ثابت عن عبد الله بن حسين أبي مدينة قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر وقال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم أي كفتهم كلام الله نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر قال المعلق بعدما ذكر الأثر عن عمر بن العاص المتقدم قال وفي صحة هذه القصة نظر فإن إسلام عمر بن العاص رضي الله عنه متقدم على تنبؤ مسيلمة يعني قبل أن يأتي مسيلمة الكذاب قاتله الله فعمر بن العاص أسلم قبل ذلك فإن مسيلمة الكذاب تنبأ سنة عشر من الهجرة قاتله الله ادعى النبوة وهو كذاب دجال وكان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سنة عشر من الهجرة كما في السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله وعمر بن العاص رضي الله عنه أسلم سنة ثمان ثمان من الهجرة على الأصح كما في الإصابة للحافظ بن حجر رحمه الله ثم وقفت على ما نقله الحافظ بن حجر في الإصابة رحمه الله أن عمر بن العاص أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هناك وأنه مر على مسيلم وأنه أعطاه الأمان ثم قال له إن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل في جسيم الأمر يعني في الأمور العظام وأرسلت إلى المحقرات مسيلم الكذاب يدعم وهو الدجال الكذاب فذكر نحو القصة وعذاه لابن شاهين في الصحابة رحمه الله فعلى هذا يكون ما جاء به هنا ما جاء هنا بعد إسلام عمر بن العاص وليس قبل إسلامه والله أعلم العصر الزمان الله سبحانه أقسم بالعصر وهو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر وقال مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم هو العشي أنصر النهار الثاني والمشهور الأول يعني العصر الزمان أقسم الله بالزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر أي في خسارة وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر فالمؤمن عليه أن يصبر والصبر ثلاثة أقسام صبر على الطاعة وهو أن تجاهد نفسك على لزوم الطاعة الثاني الصبر عن المعصية تمنع نفسك عن المعاصي النوع الثالث الصبر على المصائب إذا ابتلاك الله تعالى بمرض أو هم أو كرب تصبر وتعلم أن الله يكفر عنك سيئاتك اصبر واستعن بالله واصبر أن تضرف الفرج من الله عز وجل فالناس كلهم في خسران إلا المؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وأوصى بعضهم بعضاً بالحق وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرار تفسير سورة ويل ويل لكل همذة لمذة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمذة الذي جمع مالاً وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لهم بذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة قال ابن كثير رحمه الله الهمّاذ بالقول الذي يعيب الناس بالكلام الغيبة ونحو ذلك واللمّاذ بالفعل الذي يستهزي بالناس بالفعل يعني بإشارة الرأس أو بإشارة اللسان أو غير ذلك الهمذة الغيبة بالقول واللمز الغيبة والاستهزاء بالفعل بإشارة اللسان أو إشارة العين أو نحو ذلك فلا يجوز للمسلم أن يعيب المسلمين لا بلسانه ولا بيوارحه يعني يزدري الناس يعني يزدري بالناس يعني يحتقر الناس ويتنقص بهم وقد تقدم بيان ذلك في قوله تعالى هماز مشاء بنميم قال ابن عباس رضي الله عنهما همذة اللمذة طعان معياء يعني يطعن في أعراض الناس ويعيب الناس وقال الربيع ابن أنس رحمه الله الهمذة يهمذه في وجهه يعني يعيبه في وجهه واللمذة من خلفه يعيبه وهو غائب وقال قتاد رحمه الله يهمذه ويلمذه بلسانه وعينه يغتابه بلسانه ويستهزئ به بلسانه ويأكل ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم ولياذ بالله وقال مجاهد محمه الله الهمذة باليد والعين يعني يعيب الناس بيده وعينه واللمذة باللسان وهكذا قال ابن زيد محمه الله وقال مالك عن زيد بن أسلام همز لحوم الناس أي يعيب الناس ثم قال بعضهم المراد بذلك الأخنس بن شريق رجل من رؤساء المشركين قاتله الله وقيل غيره وقال مجاهد رحمه الله عام كل من يغتاب الناس ويعيب الناس وقوله تعالى الذي جمع مالا وعدده أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده فقوله وجمع فأوعى قاله السد وابن جرير رحمه الله وقال محمد بن كعب رحمه الله في قوله جمع مالا وعدده ألهاه ماله بالنهار أي شغله ماله بالنهار هذا إلى هذا أي يجمع هذا إلى هذا فإذا كان الليل نام كأنه جيف أي كأنه ميت فقوله تعالى يحسب أن ماله أخلده أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار كلا أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب ثم قال تعالى لينبذن في الحطمة أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة وهو اسم من أسماء النار اللهم أجلنا من النار لأنها تحتم من فيها ولهذا قال تعالى وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة قال ثابت البناني رحمه الله تحرقهم إلى الأفئدة أي إلى القلب وهم أحياء ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي ثابت البناني رحمه الله وقال محمد بن كعب رحمه الله تأكل كل شيء النار تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده أي قلبه حذو حلقه ترجع على جسده نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار وقوله تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد وقال ابن مردويا رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا علي بن سراج حدثنا عثمان بن خرزاز حدثنا شجاع بن أشرس حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عليهم مؤصدة قال مطبقة النار مطبقة على أهلها اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وقد رواه أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله عن عبد الله بن أسيد عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قوله ولم يرفعه أن من قول أبي صالح التابعي في عمد ممدده قال عطية العوفي رحمه الله عمد من حديد أعمده من حديد وقال السدي من نار وقال شبيب ابن بشر عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنه في عمد ممدده يعني الأبواب هي الممدودة وقال قتاد رحمه الله في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنها عليهم مؤصدة بعمد ممدده وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه أدخلهم في عمد فمدد عليهم بعماد وفي عناقهم السلاسل فسدد بها الأبواب اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه أدخلهم في عمد فمدد عليهم بعماد وفي عناقهم السلاسل فسدد بها الأبواب وقال قتادة رحمه الله كنا نحدث أنهم يعذبون بعمدٍ في النار واختاره ابن جرير رحمه الله وقال أبو صالح رحمه الله في عمدٍ ممددة يعني القيود والطوال ما يقيدون ويسلسلون نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار فعلينا أن نحذر الغيبة والنميمة وإيذاء الناس فإن ذلك من صفات الكفار تفسير سورة الفيل وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارةٍ من سجيل فجعلهم كعصٍ مأكول قال ابن كذير رحمه الله هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحوا أثرها من الوجود فأبادهم الله فأهلكهم الله وأرغم آنافهم وخيَّب سعيهم وأضلَّ عملهم وردَّهم بشرِّ خيبة وكانوا قوماً نصارى وكانت دينهم إذَّاك أقرب حالًا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان ولكن كان هذا من إهلاك أصحاب الفيل الإرهاص والتوطية المُقدِّمة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل ولسان حال القدر يقول لم ننصركم يا معشر القريش على الحبشة لخيرتكم عليهم ولكن صيانةً للبيت العتيق الكعبة المُشرفة الذي سنُشرفه ونُعظِّمه ونُوقِّره ببئثة النبي الأمي محمد صلى الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب قد تقدَّم في قصة أصحاب الأخدود أي من أصحاب الفيل ابن الصباح أبا كيسوم في جيش كثيف فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير وهلك ذو نواس قريقاً في البحر واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران أرياض وأبره فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا فقال أحدهما للآخر إنه لا حاجة بنا إلى استضام الجيشين بيننا إلى استضام إلى استضام الجيشين بيننا ولكن أبرز إلي وأبرز إليك أنا وأنت فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك فأجابه إلى ذلك فتبارز وخلف كل واحد منهما قناة فحمل أرياض على أبره فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه وحمل عتود مولى أبره على أرياض فقتله ورجع أبره جريحا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن فكتب إليه النجاش يلومه على ما كان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته الناصي شعر مقدم الرأس فأرسل إليه أبره يترقق له يعني يلين قلبه ويصانعه وبعث معه وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب وعام جل فيها من تراب اليمن وجز ناصيته أي حلق قص شعر ناصيته فأرسلها معه ويقول في كتابه ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليه يعني شعر مقدم الرأس فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله وأرسل أبره يقول للنجاش يقول للنجاش إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء وذخرفة الأرجاء سمتها العرب القليس لارتفاعها لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته أي الذي عن رأسه عن رأسه من ارتفاع بنائها وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها أعوذ بالله كما يحج إلى الكعبة المشرفة بمك ونادى بذلك في مالكة فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك وغضبت قريش لذلك قضبا شديدا حتى قصدها بعضهم أي بعض قريش وتوسل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها أي تغوط وكرر راجعا فلما رأى السدنة خدم ذلك البيت ذلك الحدث رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش قضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به فأقسم أبرهة لا يسيرن إلى بيت مكة ولا يخربنه حجرا حجرا قاتله الله وذكر مقاتل ابن سليمان أن فتية من قريش دخلوها أي البناء الذي صنعه أبرهة فأججوا فيها نارا وكان يوما فيه هواء شديد فأحرقته وسقطت إلى الأرض فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف أي عظيم عرم رم لألا يصده أحد عنه واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله يقال له محمود وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك ويقال كان معه أيضا ثمانية أفيال وقيل إثنى عشر فيلا وقيل غيره والله أعلم يعني ليهدم به الكعبة أعوذ بالله بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يذجر ليلقي الحائط جملة واحدة فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت أي دون الكعب المشرف ورد من أراده بكيت فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائل العرب إلى حرب أبره وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدمه وخرابه فأجابوه وقاتلوا أبره وأسر نفيل ابن حبيب فأراد قتله ثم عفا عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجات فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات مشركون فأكرمهم وبعثوا معه أبار غال دليلاً فلما انتهى أبره إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرحها لمكة من الإبل وغيرها سرقوا ونهبوا فأخذوه وكان في السرح مئة بعير لعبد المطلب وكان الذي أغار على السرح بأمر أبره أمير المقدمة وكان يقال له الأسود بن مفسود فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاط رحمه الله وبعث أبره حناطا الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتاركم إلا أن تصدوه عن البيت فجاء حناطا فدل على عبد المطلب ابن هاشم وبلغه وبلغه عن أبره ما قال فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه ما نريد حرب أبره وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام الكعبة وبيت خليله إبراهيم عليه السلام فإن يمنعه منه فهو بيته فهو بيته وحرمه وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه فقال له حناطا فاذهب معي إليه فذهب معه فلما رآه أبره أجله أي احترمه وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر ونزل أبره عن سريره وجلس معه على البساط وقال لترجمانه قل له حاجتك أي أذكر حاجتك فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها لي أخذوا مئتي بعير محطي فقال أبره لترجمانه قل له لقد كنت عجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهزمه لا تكلمني فيه فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه مشرك ولكن عنده عقيد يعرف عظمة الله لكنه مشرك إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه قال ما كان لي يمتنع مني قال أنت وذاك فالله أهلك أصحاب الفين ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرها ثلثة أموال تهام على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم ورد أبرها على عبد المطلب إبله ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوف عليهم من معرة الجيش ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرون على أبرها وجنده وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة لا هم يعني اللهم إن المرأة يمنع رحله ثمنع رحالك لا يغلبن صليبهم من صار ومحالهم غدا محالك قال ابن إسحاق رحمه الله ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال وذكر مقاتل ابن سليمان رحمه الله أنهم تركوا عند البيت مئة بدن مقلدة مئة من الإبل لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه فلما أصبح أبره تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وكان اسمه محمود وعبأ جيشه فلما وجه الفيل نحو مكة أقبل نفيل ابن حبيب حتى قام إلى جنبه إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه وقال أبرك محمود يعني لا تدخل لا تدخل حرم أبرك محمود أو ارجع راشدا من حيث جيت فإنك في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتدوا حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا في رأسه في الطبرزين آله وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فينزعونه ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك الله أكبر وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبرسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجات ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة وجعل نفيل يقول أين المفر والإله الطالب والأشرم والمغلوب غير الغالب قال ابن الإسحاق رحمه الله وقال النفيل في ذلك أيضا ألا حييت عنا يا ردينا نعمانكم مع الإصباح عينا ردينا لو رأيت ولو لا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسى على ما فات بين حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا وذكر الواقد محمه الله بأسانيده أنهم لما تعبأوا لدخول الحرم وهيأوا الفيل جعلوا لا يصرفون إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح وجعل أبره يحمل على سائز الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم وطال الفصل في ذلك هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة منهم المطعم بن عدي وعمر بن عايذ بن عمران بن مخزوم ومسعود بن عمر الثقفي على حراء على جبل حراء ينظرون إلى ما الحبش يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل وهو العجب العجاب فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل أي قطعاً قطعاً صفراً دون الحمام وأرجلها حمر ومع كل طائر ثلاثة ثلاثة أحجار وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم تلك الأحجار عليهم فهلكوا الحمد لله وقال محمد بن كعب رحمه الله جاءوا به إليه فأما محمود فربط أي برك وأما الآخر فشجع فحصب أي رمي بالحجار وقال وهب بن منبه رحمه الله كان معهم في يلا فأما محمود وهو فيل الملك فربط أي برك ليقتدي به بقية الفيلة وكان فيها فيل تشجع فحصب أي رمي بالحجار فهربت بقية الفيلة الحمد لله وقال عطاء بن يسار رحمه الله وغيره ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة بل منهم من هلك سريعاً ومنهم من جعل يتساقط عضواً عضوًا وهم هاربون وكان أبره ممن يتساقط عضواً عضوًا حتى مات ببلاد خذعم الحمد لله قال ابن إسحاق رحمه الله فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل وأصيب أبره في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملةً أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرق الطائر يعني ضعيف فما مات حتى صدع صدره عن قلبه فيما يزعمون الحمد لله وذكر مقاتل ابن سليمان رحمه الله أن قريشاً أصابوا مالاً جزيلاً من أسلابهم أي ما تركه هؤلاء الكفار وما كان معهم وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول الله أكبر آية من آيات الله وقال ابن إسحاق حمه الله وحدثني عقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤية الحصبة والجدري أمراض حبيبات تطرع الجسم بأرض العرب ذلك العام أول ما ظهر هذا المرض في ذلك العام وأن أول ما رؤية به مرائر الشجر والحرم والحنظل والعشر يعني الأشجار المرة ما ظهرت إلا في ذلك العام وهكذا رؤية عن أكرم رحمه الله من طريق جيد قال ابن إسحاق رحمه الله فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم كان فيما يأذ به على قريش من نعمته عليهم ففضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أي لألا يغير شيئًا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه قال ابن هشام محمه الله الأبابيل الجماعات ولم تتكلم العرب بواحدة يعني إببيل بل قالوا أبابيل جمع قال وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب السجيل الشديد الصلب قال وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهم العرب كلمة واحدة وإنما هو سنج وجل يعني بسنج الحجر والجل الطين يقول الحجار من هذين الجنسين الحجر والطين قال والعصر ورق الزرع الذي لم يقضب العصر ورق الزرع الذي لم يقضب واحدته وعصفه انتهى ما ذكره وقد قال وقد قال حماد بن السلم رحمه الله عن عاصم عن زر عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن طيرا أبابيل قال الفرك وقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحات أبابيل يتبع بعضها بعضا وقال الحسن البصري وقتاد رحمهم الله الأبابيل الكثير قال مجاهد رحمه الله أبابيل شتى متتابعة مجتمعة قال ابن الزيد رحمه الله الأبابيل المختلفة تأتي منها هنا ومنها هنا أتتهم من كل مكان وقال وقال الكسائي سمعت النحويين يقولون قبول مثل عجول يعني على وزن عجول وقد قال وقد سمعت بعض النحويين يقول واحد وأرسل عليهم طيرا أبابيل هي الأقاطيع كالابل المؤبلة وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرسل عليهم طيرا أبابيل قال لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب وحدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن أكرم رحمهم الله في قوله طيرا أبابيل قال كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير طيرا أبابيل قال هي طير سود بحرية في منقارها وأظافيرها الحجارة وهذه أسانيد صحيحة وقال سعيد بن جبير رحمه الله كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء رحمهم الله كانت تطير الأبابيل مثل التي يقال لها عن قاء مغرب رواه عنهم ابن أبي حاتم وقال وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير رحمهم الله قال لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا وانشئت من البحر أمثال الخطاطيف كل طير منها تحمل ثلاثة أحجار مجزعة حجرين في رجليه وحجرا في منقاره قال فجاءت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيلها فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دوره ولا يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر وبعث الله ريحا شديدا فضربت الخجار فزادتها شدا فأهلكوا جميعا الحمد لله وقال السدي أن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما حجارة من سجيل قال طين في حجارة سنك وكل وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا وقوله عز وجل فجعلهم كعص ماكول قال سعيد بن جبير رحمه الله يعني التبن التي الذي تسميه العام هبور وفي رواية عن سعيد ورق الحنطة وعنه أيضا العصر التبن والمأكول القصيل في جذل الدواب وكذلك قال الحسن البصري وعن ابن عباس رضي الله عنهما العصر القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة وقال ابن زيد رحمه الله العصر ورق الزرع ورق البقر إذا أكلته البهائم فراثته فصار درينا والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح كما جرى لملكهم أبره فإنهم صدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بها بما جرى لهم ثم مات فملك بعده ابنه يكسوم ثم من بعده أخوه مسروق ابن أبره ثم خرج سيف من ذيزا الحمير إلى كسراء فاستغاثه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه فرد الله إليهم ملكهم وما كان في آبائهم من الملك وجاءته وفود العرب للتهنئة وقد قال محمد بن إسحاق حمه الله حدثنا عبد الله ابن أبي بكر عن عمره ابن عبد الرحمن ابن أسعد ابن الزرارة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقادين يستطعمان أن يسألان الناس الطعام ورواه الواقد محمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مذرة ورواه أيضا عن أسماء من تي أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت كانا مقادين يستطعمان الناس عند إساف ونائلة صنمان حيث يذبح المشركون ذبايحهم قلت كان اسم قائد الفيل أنيسا وقد ذكر الحافظ أبو نعيم رحمه الله في كتاب دلائل النبوة من طريق ابن وهب عن ابن نهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل ولم يذكر أن أبرها قدم من اليمن وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له شمر بن مفصود وكان الجيش عشرين ألف وذكر أن الطير طرقتهم ليلا وأصبحوا صلعا الحمد لله وهذا السياق غريب جدا وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار وكذر وابن لهيعة عن الأسود عن عروى رحمه الله أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه والصحيح قدومه ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش والله أعلم ثم ذكر ابن إصحاق رحمه الله شيئا من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل ومن ذلك شعر عبد الله بن الزباري تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها لم تخلق الشعر ليالي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها سائل أمير الجيش عنها ما رأى فلسوف ينب الجاهلين عليمها ستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم بل لم يعيش بعد الإياب سقيمها كانت بها عاد وجرهم من قبلهم والله من فوق العباد يقيمها وقال أبو القيس ابن الأسود ابن الأسلت الأنصاري المري ومن صنعه يوم فيل الحبوشي ومن صنعه يوم فيل الحبوشي إذ كل ما بعثوه رزم محاجنهم تحت أقرابه وقد شرموا أنفه فانخرم وقد جعلوا سوته مغولا إذا يمموه قفاه كل فسول فولى أدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان من كان ذم فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثل لف القذم تحث على الصبر أحبارهم وقد سأجوا كثوائج الغنم وقال أبو الصلب ابن أبي ربيع ثقفي ويروى لأمية ابن أبي الصلب ابن أبي ربيع إن آيات ربنا باقيات ما يماري فيهن إلا الكفور خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور ثم يجل النهار رب رحيم بمهات شعاع وها منشور حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه ما قور لازم انحلقه الجران كما قطر من ظهر الكبكبة محذور محذور حوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب سقور خلفوه ثم أبذعر جميعا كلهم عظم ساقه مكسور كل دين يوم القيامة عند الإله إلا دين الحنيفة بور لجميع الأديان باطلة إلا الإسلام وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية مكان مرتفع التي تهبط به على قريش بركت ناقته بركت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم فزجروها فألحت أي أبت أن تقوم فقالوا خلأت القصواء أي حرنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبش حبسها حابس الفيل الذي حبس الفيل عن مكة حبس الناقة حتى لا يكون هناك في الحرم قتال فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني المشركون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها ثم زجرها زجر الناقة فقامت لما طلبوا الصلح صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث من أفراد البخاري رحمه الله وفي الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين لتطهيرها من الأصنام والشرك وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائد مكة حرم آمن سبحان ربك رب العزة عما يصفوك سلاما على المسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله صفحة مئة اثنين واربعين مئة اثنين واربعين قال رحمه الله ما ورد من الحث على الاجتهاد في العشر الأخيرة من رمضان يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان وإحياؤها بالعبادة واعتزال النساء وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل يعني بالقيام وأيقظ أهله وشد المئزر متفق عليه فينبغي لنا أن نجتهد في العشر الأواخر في قيام الليل وفي الدعاء والتضرع إلى الله لعل الله أن يجعلنا نوافق ليلة القدر ونفوز بالأجل اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وعنها أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم وأخرج الطبران رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة يحثهم على القيام والدعاء والتضرع إلى الله جل جلاله وفي الترمذي رحمه الله أن أم سلم أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أهله ما يترك أحد إلا يستطيع القيام إلا أقامه صلوات الله وسلامه عليه عن أبي هريرا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الجماعة إلا ابن ماجة رحمهم الله وليلة القدر تطلب في الوتر من العشر الأواخر مثل هذه الليلة ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبعة وعشرين أو تسعة وعشرين فينبغي الاجتهاد والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر ويغفر له ويوتق من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني رواه الترميذي رحمه الله فينبغي أن نكثر من هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام ما لنا سواك ما لنا غيرك فاعفو عنا وتزاركنا برحمتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا أرحم الراحمين قال ابن جليل رحمه الله كانوا السلف رضي الله عنهم يستحبون أن يغتسل ويتطيب أن يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجاء ليلة القدر وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة أربعين وعشرين اغتسل وتطيب ولبس حل وإزار فإزارا ولداء فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل رضي الله عنه فينبغي التزيّن والتجمّل لعبادة الله تعالى ولاجتماع الملائكة عليهم السلام وقال حمّاد بن سلم رحمه الله كان ثابت وحميد رحمهم الله يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد من نضوح البخور والدخنة شيء يوخر به في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظّف والتطيب والتزيّن بالغسل والطيب واللباس الحسن كما شرع ذلك في الجمع والأعياد وكذلك يشرع أخذ الزين من الثياب في سائر الصلوات وقال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال ابن عمر رضي الله عنه وكما الله أحق أن يتزيّن له وروي عنه رضي الله عنه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكمل التزيّن الظاهر إلا بتزيّن الباطن أي القلب بالتوبة والإناب إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب والله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام فمن وقف بين يديه أي بين يدي الله عز وجل فليزيّن ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى فقال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير عباد الله إن عشركم هذا إن عشركم هذا هو العشر الأخير وفيه الخيرات والأجور الكثيرة تكمل فيه الفضائل وتتم فيه المفاخر ويطلع على عباده الرب العظيم الغافر جل جلاله وينيلهم الثواب الجزيل الوافر فيه تزكو الأعمال وتنال الآمال وقد ذكر جل وعلا من محاسن أهل الإيمان أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يتركون النوم ويعبدون الله عن معاذ بن جبل رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال هي قيام العبد أول الليل وروا الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل رجل ثار من وطائه أي قام من فراشه ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي الله أكبر فعلينا أن نعبد الله ونتضر إلى الله وقال الحسن ومجاهد ومالك والأوزاع رحمهم الله وغيرهم إن المراد بالتجافي القيام لصلاة النافلة لصلاة النوافل بالليل وفي آية سورة الذاريات أخبر جل وعلا أنهم كانوا ينامون القليل من الليل ويتهجدون معظمه قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ينامون قليل ويقومون كثير اللهم وفقنا لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ما تأتي عليهم ليلة يناموا حتى يصبحوا إلا يصلون فيها شيئا إما من أولها أو من وسطها وقال الحسن رحمه الله كابدوا قيام الليل أي اجتهدوا في عبادة الله قيام الليل فلا يناموا من الليل إلا قليلة فنبي مامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربكم من ربكم ومغفرة للسيئات ومنهات على الإثم وقال الحسن البصري رحمه الله كان الأحنف ابن قيس رحمه الله يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة فإذا قوم قد باينون بولا بعيدا أي هم أفضل منا كثيرا وإذا قوم لا تبلغ أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم مكذبون بكتاب الله ولرسل الله عليهم الصلاة والسلام مكذبون بالبعث بعد الموت فقد وجدت من خيرنا منزل قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا اللهم اغفر لنا وتجاوذ عنا يا ذا الجلال والإكرام وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلام محمه الله قال رجل من بني تميم لأبي يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا ذكر الله تعالى قوما فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ونحن والله قليلا ما نقوم فقال له أبي رضي الله عنه طوبى لمن رقد إذا نعس واتق الله إذا استيقظ وقال عبد الله بن السلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس عنه فكنت في من جفل فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذب صلى الله عليه وسلم فكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام موعظة إخواني إن قيام الليل كما علمتم فيه فضل عظيم وثواب جزيل لمن وفقه الله جل وعلا وهو قيام الليل من أثقل شيء على النفس ولا سيما بعد أن يرقد الإنسان وإنما يكون خفيفا بالإعتياد إذا تعود قيام الليل يكون خفيفا وإنما يكون خفيفا بالإعتياد وتوطين النفس وتمرينها عليه والمداومة والصبر على المشقة والمجاهدة في الابتداء ثم بعد ذلك ينشرح وينفتح باب الأنس بالله وتلذُّ له المناجات والخلوة وعند ذلك لا يشبع الإنسان من قيام الليل فضلا عن أن يستثقله أو يكسل عنه كما وقع لكثير من السلف رحمهم الله قال بعضهم أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم أهل الليل الذين يقومون الليل في لذة لذة الإيمان وحلاوة الإيمان أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم ويا بعد ما بين الحالتي لذة الإيمان عظيمة فسبحان من وفق أقواما فتقربوا إليه بالنوافل وأبعد بحكمته وعدله آخرين فهم عما ينفعهم في حاضرهم وما آلهم غافلون اللهم إنا نعوذ بك من الشك بعد اليقين ومن الشيطان الرجيم ومن شدائد يوم الدين ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سقطك والنار اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين واشتد الكرب والأنين واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين من رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر